من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد الحلبي زياد مرحبا بك أبدأ معك من حيث موضوع المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية ما التفاصيل إلى حد اللحظة؟ هذا صحيح هناك مسيرة اخترقت الأجواء حتى الآن لم يتضح إن كان هناك اعتراض أم لا ولكن هذه الرابعة منذ منتصف الليلة الماضية المسيرتان الأخيرتان كانتا من سوريا وجاءتا شرقا على الأرجح من العراق الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض المسيرتين بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن نحو 25 صاروخا منذ ساعات الصباح أطلقت تحديدا على المستوطنات الشمالية أي القريبة من الحدود مع لبنان فيما بدأ الجيش الإسرائيلي فعليا في جنوب لبنان تعميق العملية البرية على ما يبدو بأن هناك إصابات لا أدري إن كان هناك قتلى ولكن هناك على الأقل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين كما رأينا اليوم نقل بواسطة مروحيات إسرائيلية جنودا إلى مستشفى رنبا في حيفا طيب زياد يعني هناك يبدو التطور لافت من ناحية عدد الجرحة وهجمات حزب الله المتزايدة على الأراضي خصوصا في المناطق القريبة من تل أبيب كما أشرت يوم أمس كيف يعني كيف يشاهد المراقبون ما يحدث من تطور سقوط للجرحة أكثر من ذي قبل خصوصا في الجبهة الشمالية ما الذي يجري؟ هذا صحيح الذي يجري هو المشهد إذا أردنا مقاربة ما يجري هو أن الطرفين صعدا دراماتيكيا ونوعيا التبادل الضربات ربما للشعور العام بأن هناك اقترابا من إمكان إعلان وقف اطلاق نار وبالتالي كل طرف يريد أن يرسم بأنه ذهب إلى وقف النار من موقع قوة وليس من موقع ضعف ولهذا نرى تكثيف في الصواريخ وأيضا في مدى الصواريخ استهداف تل أبيب وما إلى ذلك بالإضافة إلى الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان نتحدث عن مقتل ستة جنود بالأمس وإصابة آخرين قتل أيضا إسرائيليان في رشقة صاروخية قبل ذلك قتل ضابطان في جنوب لبنان وهكذا وبالتالي هناك تصعيد نوعي وكمي لتبادل الضربات قبل التوصل ربما لاتفاق وقف اطلاق نار ربما في خلال أسبوع قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر